لا تزال باكستان مستأة من الهجمة الأمريكية على قواعد تنظيم القاعدة في البلاد الهجمة بطائرة من دون طيار مكنت القوات الأمريكية من القضاء على زعيم التنظيم الباكستاني حكيم الله محسود انتقادة باكستان جاءت على لسان وزير داخليتها شدر نصار علي خان خلال الندوة الصحفية التي عقدها السبت حكومة باكستان لا تعتبر الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار هجوما على شخص نهو هجوم يعرقل عملية السلام التي نسعى إليها باكستان ستعيد النظر في علاقات التعاون مع واشنطن من جهتها قامت حركة طالبان في باكستان باختيار زعيم لها ويتعلق الأمر بالرجل الثاني في التنظيم خان سعيد طالبان تحاول استدراك الأمر بعد أن توعدت بالثأر لحكيم الله محسود ويعتقد أن خان سعيد هو العقل المدبر للهجوم على سجن في شمال غرب باكستان والذي أصفر عن تحرير نحو أربعمائة ساجين عام 2012 وكذلك الهجوم على قاعدة للقوات الجوية الباكستانية في نفس السنة طالبان كانت قد أعلنت قبل مقتل زعيمها عن استعدادها لإجراء مباحثة مع الحكومة الباكستانية ترجمة نانسي قنقر